وبين قوي اني بتحبه على فكرة دي متغازة دي مكادة دي بتموت عشان هيتجوز ما تقوله ما خنتكش وانا لو ما ما حبوش وشافني مثلا لو انا ما كان شايماء هقوله وانا ما خنتك وهي لما تحب جزء هتوافق انه يسافر سنة ونص وتقولك دي ممكن اسعد سنة ونص في حياتي اكتر سنة ونص كانوا مستخرين في حياتي ممكن تكون عشان فاكرة نوة في دولة خليجية عشان استخرى عشان بيجيب لنا فلوس واحنا مرتاحين عشان من غيره فهو ممكن يكون في دولة منغالقة قوي ما بينزلوش كثير مع بعضها عشان هي عيشة من غيره فهي قاعدة في مصر وبتشتغل ومستقرة افكرة تموت تحمل عليها على فكرة انت غيزني والله افكرة وبعدين بقى اخد يبالك هو امتى بدأت تفكر ان انا غلطانة يعني هي ما فكرتش لا لا هي ما قالتش ان انا غلطانة خليبا لك هي بتسأل ان انا غلطانة ولا لا لو سبعها هي بتسأل امتى سألت السؤال ده مش عشان هي قابلت الراجل التاني وقعدت معاه في الكافية ولا عشان هو صورها وعشان مش عارف ايه لا عشان هاتجوز ستة ستتها زي ما احنا بنقول يعني شايمان هو لسه ما تجوزش على فكرة هو لسه ما تجوزش على فكرة هو لسه ما تجوزش انتي واخد مالك بس يلا ايه اللي خليها تفكر تسأل السؤال اصلا لا عشان ايه من لظنه بدأ ينجح اه بالظبط كده انه بدأ يختار واحدة تانية وبدأ تجايت انجح دلوقتي بالظبط شميعن بالظبط طولة بعدما انا مصرفت على صحابك وعلى صغيرك وعندك في القهوة بص الزل بص الزل ايه كان بتزيله في المسل يعني الرسالة دي كان زل يعني ست الشاطرة تصرف مغير متقول طبعا ايه ده زل لا بقولك لا طبعا ده زل اللي هي بتعمله ده في القصة وهي بتبعت عشان تقول لنا انه هو فاشل وانه هي كانت مستحملات فاشل أننا نحسن منك وابن buyer واننا كنت مستحملات فاشل وفي الآخر بعد كل ده راح يتجاوز علي مبتقولش بقا انها اخنيته اه مبتقولش بقا انها كانت شايفا طول الوقت الليل مبتقولش بقا ان هي كانت مبسوطة وهو بعيدا عنها مبتقولش بقا ان هي اللي كانت بتطفشه على فكرة انت غايزني يا دكتور هل ده مبرر? لأ اقول لي هل ده مبرر للخيانة? هي كانت مخيانة ايوه ده خيانة! ده شغل شغل ايه بس؟ اللي خلي بالك الطريقة غلط حسّت انه التاني بيفلرت او بيقرب منها هي واسنت فليرتين هو بس كان بيول كلمتين بانه انت شايف ان دول كلمتين؟ لا طبعاً داستعبات وانا مش هكدب ماشي بس شايف انت متحمل هوا هي شايف انه هو بيفلرت مش تقفوا عند حده مش تجيب جزهة تقوله في كذا وكذا طب انا مفيش جوا مش تقوله انا بضيع منك زي ما انت قلت من شوية الحقني ايه حاجة ما عملتش ايه حاجة منك طب هالت له هتما بيه ويقولها ما عنديك كل اللي عملته ايه؟ مفيش طب باشي هو بيقولها كده هي بقى تحاول تخليه شخصية مش اعتمادية ازاي؟ خلي بالك هي كملت على ازاي؟ طب هقولك ها هي كملت على الام بدأته الام بدأت انها تخليه شخص اعتمادي من هو طفل وان هي اللي بتاخد القرارات وبيسقط وهي اللي بتزقه وبيتجوز وهي اللي بتزقه هو معتمد على مطول الوقت وبيناملي في قضاء الواحده بس موضلش تسوقه هي بقى هي بقى هو الراجل بينام في قضاء الواحده في حالي حالات طب اسمعيني بس خلينا يكمل هي بقى تجوزته اعتمادي كان ممكن لو هي مقررة انها تغيره تغيره تخليه اعتمد على نفسه تخليه راجل وكانه يمكن تعمل ده اكتر بس هو اعتمد عليها بس مطرة خطوبة استني بس اعتمد عليها ويهي اعتمد عليها يعني هي كملت اللي الام بدأته ويهي مشكلة اللي ما اعتمد عليها عشان كده بنقول ان الشخص الاعتمادي نتيجة ام خلت فيه اعتمادية ربته على الاعتمادية وزوجة سمحت بان الاعتمادية تستمر هل تعلم ان في الجواز دائما نحنا بدي بقى شركة مع بعض وانه فيه ستات تقولك ان لو جوزي عارف يجيب الشراب من غيري وحياته متاهتش وانا مش موجودة انا اتأثر جدا انه فيه ستات فعلا بتتعمد نية خلي جوزها كده يبقى عليها Mack où يبقى اعتمادي عليها يعني عشان اعايزك يبقى اعتمادي عليها يعني عشان اعايزك يعني عشان واحشتيني اه تعالي عشان اعايزك بعمل مشروع هتسخدك وبعدين بعد شوية هي لما قدتتوا ذهابه كانت غلطنة اه طبعا يعني انا لأبي جوزي قدت بس هي هي قدتتوا ذهابها وده حب هل تتعطي فلوسها كلها لماذا يدي فلوسها؟ ليس هي بتقول انه قالها هاتي الفلوس فاديته دهابها وابتاع طيب امال هي جابت منين الفلوس اللي عملت بها المشروع بتاعها؟ هي بتحبه جدا يا حمود يا ستة جاوب السؤال ينزل بعد اللي خلفها اسبوع فيه ستة تبدو بعدها بسبوع عشان تكمل عشان تكمل هي عايزة تحسسنا ان هي ستة مكهورة ومسورة ايوه احنا مشروع الجواز ده مشروع تاني جاوب السؤال هي بتقول ان هي اديته الفلوس بتاعتها واديته دهابها باعه صح؟ اه جابت منين الفلوس اللي هي حوشتها اللي عملت بمشروحها ما هي مقتدرة ومستوها ما ادي كويس والله وتعايز تديه فلوس كل فلوس كل لها دي ناصح انها ما عملتش كده طيب يعني انا ما حد يجيط له مني فلوس اديه فلوس كلها ماشا ولا خلي شوية معايا يعني هي اديته حاجة بسيطة كده ويوه مال وهو اصلا مالوش انه قلت فلوس اديت لك شوية وتوقع تزله وهي غلطانة اصلا انها اديته ليه بقى؟ وهي غلطانة انها تجوزت الرجل ده وهو اعتمادي بس هي اللي اثرت انها تعمل كده ومختارة اعتمادي عشان تفرض شخصياتها عليه انت عايز ايه؟ وطول الوقت عايز تحس انها مات عجبه انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ هيا بتحبه وانت كده انت دمرتني قصك ولا قصة صحي هي بتحبه يا حمودة بتحبه وبعدين ومريت الحب بش عامية اللي بيحب حد ده محتاج يخليه اعتمادي عليه ولا محتاج يخليه يجبر ويقف على رجليه وينجح انت بتعتمد علي عشان نعف انت بتحب ابنك فتخلي ابنك اعتمادي عليك لا اشجعه وبيعتمد عليك فتخليه يوقف ويعتمد علي نفسه عشان تبقي فخورة بيه الامة عملت كده الامة عملت كده خلت الولد اعتمادي عليها وهي خلت الزوج لما اتجاوزته اعتمادي عليها والنتيجة في الاخر انه ما بقى اش مالي عنيها فراحت تنجذب لواحد تاني يعني هو مش مالي عنيها ويا بتقوله انت نايم لوحدك ليه اه مش مالي عنيها يا سلام ايوه يا زكي ديكو السبعة تهالنا يعني هو دي وجهة نظرها بصي من وجهة النظر الاخر يعني هي معهورة القهرة دي كله ومش مالي عنيها على فكرة ومش مالي عنيها ما يتجوز من بكرة باقولك انا هجيب لك ستين ستين بس اسمني في حالي وهي عايزاة هي عايزاة هي متغازة هي بدأت تتغاز امتا؟ لما مامتو بدأت تتغازة لما مامتو جابت واحدة تانية لما بايت حرب ستاته بعد كلها مع بعض وطلح انها غلطانة وقريها انها خينة وهي بدأت هنا تتغاز لكن قبل كده ولا كان في بالها يعني هي متغازة هي متغازة انها شكلها خين؟ هي متغازة ان بعد كل التضحيات دي هي ترعت غلط؟ بالزبط لا غلط طبعا طبعا هي غلط هي خليته اعتمادي وده غلط هي سمحت ان واحد تاني يخش حياتها وده غلط ما دخلش حياتها ده كان شغل والله دخل حياتها هي بتقولك حتى كان بيقول لها كلام ويقول لها انا موعب بيكي ويعني انا لو مديري قال لي انا بقى فرحم بيكي جدا وبحبت جدا بس كإنسانة مش مش بتحبيني كامرأة مالك شعبية بحبت كإنسانة وبروفو فرحم بيكي بيقول لها ده كإنسانة